السلام عليكم يعني إخوان بغينا ندروا واحد تقويم يعني نتع نصف موسم فات على للقاء يعني نشوف بارسولون شنو دارت في هذا النصف دي الموسم بعد يعني نعطو بعض النقاط فقط يعني البارسا هاد العام مرت بعدة مشاكل وبعدة أزامات خلينا من العام اللي فاتوا واللي قبلوا واللي قبلوا أنا كان هدروك على هاد العدي بديل هاد السيزن دي براها نصف موسم انقاضة وشنو هي التقلبات يعني اللي وقعت البرسولون فهذا البداية نتعلى الليقة فهذه دروك 18 لدورة ننسا وشنا لعبنا 18 لدورة يعني أداءا ويعني نحن قد نهدروك على الجانب الكوراوي ما نهدروك على الجوانب الأخرى تقريبا ما نعطوها شيء أهمية كبيرة لأنه الجانب الكوراوي وليك يهمنا فالتقلبات في النتائج ما هي أسبابها وشت هو السبب اللي خل برسولون يعني دي ماتش تديرهم الكبار ستوفت دي بديل السيزن غلبت بيتيس بخمسا غلبت وقلنا بأنه هاد الفرق يعني فرق في طور تكوين تهية ما زال هاد الفرق صغيرة البرسولون بدأت وعب البداية يعني قوية ثم جاء التراجع علاش لماذا لو كان نشوفوا التشكيلة نتعبر سولون تعتبر من خيرة التشكيلة اللي كانت تقريبا على مستوى أوروبا على مستوى أوروبا يعني تشكيلة في الورق اسماء وازنة اسماء كبيرة يعني يعني ما تشوف أنت كتقول قاعد لي بوست كينين وكينين دوبلي يعني كل بوست عنده ولكن على أرض الواقع شيء آخر نحن توقع ميتال بسيط العام اللي فات كانت البرسولون تمتلك أقوى دفاع في أوروبا كلها حسن الدفاع عن تارير حسن الدفاع عن تارسيتي حسن الدفاع عن تاربايير يعني البرسولون تمتلك أقوى دفاع مع العلم أن اللي كان يلعب لنادو هو سيرجي روبرتو هاد العام قوينا ذاك البوست نتعدو جبنا كانسيو يعني جبنا واحد الليمون زوين بززاف وإيفيكاس بززاف وقوي بززاف ومع ذلك وقع واحد طراج وراهيب في الدفاع نفس المدافعين كينين زدنا عد قويناهم زدنا مارتيناز العام اللي فات كان عندنا كوندي وكان عندنا أروخو وكان عندنا كريستنسن وكان عندنا ألبا ألبا كان يريحو بالدي المهيد هاد العام نفس المدافعين مشى ألبا كين بالدي لأنه بالدي العام اللي فاتحت ألبا فقفو البنك زدنا هنا واحد يعني عوننا المساعدة كانت من العام اللي فتم قالنسو يعني هاد العام زدنا قوينا بالنسبة للدو شرينا أنفرادو هذا ما مشكلة كان عندنا مبكري شرينا أنفرادو وزدنا مدافع آخر صلب من خيرة المدافعين في الدول الإسباني اللي هو مارتيناز ومع ذلك وقع واحد تراجع مخيف في الدفاع فهل ياتورة المشكل في المدافعين؟ هل ياتورة المشكل في المدرب؟ هل ياتورة المشكل في طريقة انتع الدفاع؟ يعني أين هو الخلال؟ نحن بغينا نعرفه الخلال مع العلم أن نقوين الدفاع وقعناها التراجع الراهيب علاش؟ نحن نتعلمها أكوتي نحن نتعلمها وقويننا الوسط الميدان جبنا كوندوغان جميعا كوندوغان رمخيرة اللاعبين في وسط العالم في العالم الهجوم كذلك العمل فتك الهجوم ناشيط تقريبا نفس المهاجمين اللهم يعني غدين بيلي احنا قلنا عوضنا جبنا في الليكس يعني تقلع واحد بامال وجبنا واحد بامال دين بيلي سيفريل عملفت كان يقوم بتوغولات اللي ما كيدل هاتش واحد حاليا ولكن يعني واش دين بيلي وحداه غد يخلي لاطاك كامل تراجع بهذا التراجع المخيف تهي راه لضيفونس تراجعت ولاطاك مات ونفس اللي زلمه بدنا واحد دين بيلي فهي اين هو الاشكال كسافي النفس المدرب اللي كان العملفت هو اللي عندنا هاد العام ويلعب نفس طرقة اللي لعب بها العملفت وهاد العام ربما الفورق انت على العملفت كانت نعسى هاد العام ولا تقوات ربما ولكن نفس اللاعبين هذا هو المشكل نفس اللاعبين مدرنش شي تغيير كبير نفس اللاعبين وهاد تراجع ديالهم ما هو سببه هذا سؤال ماشي مشكل البرصة اداءا اداءا هاد روحنا غير الاداء وقالوا واحد تراجع كبير بززاف يعني ماشي دي البرصة اللي كان عارفه وقلناها في مقابلة اللولة أنا من هر اللي ما تشتع خطافي قلت بانه هناك ناقوس خطر قادم يود ديال هاد اللاعب اللي كانت لعبه البرصة ماشي هو اللاعب بتاع البرصة يعني الطريقة تبدلت بواحد درجة يعني ما لا اتصورها أنا وما كانت صورش أنا بانه كسافي غيرت يمشيل هاد الاتجاه يعني بان وقعوا اشياء وقعوا دي بليسور وقعوا هادي وقعوا هادي ولكن هذا لا يعني انك تبدل طريقة لعب كلها كسافي يدخل لعملي فات كان يلعب بربعة اربعة زوج بززار هي في الورقة لها هاد العام بغير يلعب بربعة ثلاثة ثلاثة يعني التقليدية يطع بارسولون وجابوا له العناصر اللي يلعبوها ومع ذلك ما كينوالو الاداء والو مكينش مكينش نهائيا يعني كما كان قولوا الميزة اللي كانت عند بارسولون تلعب كرة جميلة اختفت ولينا كان غربو بانظروا بالسيف فارق تاع هدف بالسيف ولا بلبرت علي ما تخرجنا تعادل او خسرناه ولينا كان خسروا مع فروق يعني ما انا عرفت الخروق يعني غفف في المدلة القارب كنا كان نقربوها بخمسة ستة ولنا كان نحصلوا مع هدفة ما المهم كان واحدة عشوائية مطلقة في اللعب تاع بارسولون في تمركز تاع بارسولون يعني في كل شي يعني واحدة عشوائية طاكتيكية كما كان قولوا دهنية يعني عشوائية لعب يعني عشوائية في كل الجوانب ما سببها احنا قلنا بانه هاد العام قوينا الفريق حسن العملي فتقولنا بانه درناه صفقات يعني مجنونة بواحد المبلغ زهيد لا تفصل خمسة مليون اورو جبنا بها قريبا واحد خمسة ولا ستة لعبين من مستوى العالي اللي راح بريتي بريتي ماشي مشكل ولكن ما تنساش بانه عنا لعبين بمستوى عالي برابور يعني الفيكتيف اللي كان في الفرق الاخرى في الدور الاسباني البارسة تعتبر من خيرة الفرق اللي عندها لعبين ومع ذلك خطافة تلعب كورح سن برسون أوساسونا تلعب كورح سن برسون لاس بارماس تلعب كورح سن برسون فرن خلال فرن مشكل ماشي مشكل اداء بعض اللاعبين برابور العمل مع توقي مثال أروخو كوندي كريستنسن ليفا فيليكس رافينيا طوريس هاد اللاعبين يعني وقع لهم بحال يدرنا انهم واحد ميزاجور خايبة مدرناش ميزاجور بس جدور قدرنا مدرناش ميزاجور دنام لور ما فهمتش مستوى ديالوم هبطل هاد المستوى العمل يفت كان أروخو من أحسن المدافعين في العالم وما زال باير منو يخشد فيه الى يومنا وهذا العام أخطاء كي يديرها يعني انتع الصبيان ليفا اللاعبين كان ما تقول ليش ليفا أنا مره مش يصلوني كورات ومره مش يصلوني هوا غير ما تشتع الميريا وصلو 8 كورات تاكسافي زقا عليها في الفيستيار مخللوش روقعت ازمامة بين كسافي وليفا ما ما لا تخلو في التفصيل هذا تاكتيكي يعني كبير بزر حتى ضعف تبا تذهني عارف ش يهضر مع الجوار ما عارف ش تعمل مع الجوار ما عندوش تاكسافي اللي تحكم الفيستيار الجوار يقيد وفيه يبغا ووقعو حالات بانو الجوار زقا وعليه وسكت وجوار ووقعو نحن توقعو واحد الميتر واحد الكورات هارفين ما كانش المهم ترى كيف يشكل كثير نحن نظر عن جنرال لانو الوقت مكهزن يعني الشخصية منهزمة وفريق يمر بواحد مرحلة ضعف والمدرب ضعيف والفريق ماذا ستتمشي الله لا مشكل قاش يسيطر على الفريق لا يستطيع السيطرة على اللاعبين نهائيا كاي نود يبقى يزقي ولكن السيطرة على اللاعبين الإدارة تخبط واضح في قرارة الإدارة اللهم فأنا نهضر في الجانب الرياضي الجانب المالي لابورترا يخدام كي يجيب الأموال بصح إدارية يعني كورويا ما كينوالو لا دي كول لابورترا للإدارة كلها ما كينوالو الأزمة والفضائح التحكيمية على الجهد صراع مع الليقاء بسبب فضيحة نيجريدا فضيحة التحكيم وصراع كذلك مع اللا فيفا والتحاد الأوروبي بسبب سيبرليك هذه هي الخلاصة بارسولون في نصف موسم كورويا نتمنى وإحنا هاتشي غدا يفوت ونتمنى وهاتي تكون رحلة انتقالية